موسيقى اليوم سنتحدث عن طريق تصيح النظر على مدى التاريخ وبطريقة الليزي بشكل خاص كما تعلمون تصيح النظر على مدى التاريخ عن طريق النظارات بالبداية وبعدها ظهرت العدسات اللاصقة ومن ثم عملية التشطيب الروسية المعروفة والتي تركت حاليا ومؤخرا عملية التصيح عن طريق العمليات الجراحية كتبديل العدسة وغيرها وفي الفترة الأخيرة الحدث الجديد الذي حدث قبل 25 سنة هو التصيح النظر عن طريق الليزي ما هي شروط التصيح عن طريق الليزي؟ هناك عدة شروط ومن أهمها أولا يجب أن يكون عمر المريض 18 سنة هناك استثناءات للي عنده درجة عالية بطرف وبدرجة منخفضة بطرف ثاني أو ما في عنده درجة بالعين الثانية هذه أمور تستوجب عمل الليزر بسن مبكر وهناك طرق أخرى أحيانا بعد عملية المي البيضة للذين يبقى عندهم درجة واضحة بعد عملية المي البيضة وزرع عدسة يمكن تصحيح النظر عن طريق الليزي وإن كان عمر المريض متقدم بحدود 70 أو 80 سنة أيضا الشرط الثاني أن تكون درجة النظارات أو درجة نقص النظر عند المريض قد تتمت والشرط الثالث أن لا يكون هناك مرض واضح متقدم مع الزمن له مضار أخرى مثل الروماتيزم الحادة التي تعمل تشوى في المفاصل التهابات داخل العين في أمراض بيروسية تكون في القرنية دائمة وهناك مرض السكر إذا كان متقدما أيضا وهناك بعض الأمور عن أنواع الطرق التي يمكن أن نستخدمها في الليزي في الحقيقة الليزي كليزر نفس الجهاز ونفس الكلمة ولكن هناك طرق عن طريق رفع الشريحة أو عدم رفع الشريحة فرفع الشريحة إذا كان بدنا نرفعها من القرنية بسماكة 90 ميكرون أو كما كانت قديما 180 ميكرون هناك في الليزي والإنتراليز والثيمتو ليزي وإذا كانت بدون رفع الشريحة عن طريق قحط المخاطية أيضا عندنا ثلاث طرق الطريقة الأولى هي القحط ميكانيكيا عن طريق أي جسم يكون حاد نقحط المخاطية لمنطقة الليزي ونعمل الليزي فوق الصلبة مباشرة وهناك طريقة أيضا اسمها لاسك لاسك نرفع المخاطية دون أن تتفتت عن طريق تمديد السائل بالكحول أو تمديد الكحول بنسبة 80% ونطبيقها فوق القرنية فوق المخاطية لمدة 25 أو 30 ثانية وعندها نقحط المخاطية تدريجيا دون أن نفصل النهاية فيها وبعد تطبيق الليزي أيضا نرجع نفرش المخاطية مرتان ثانية وهذه يعني فرش المخاطية مرتان ثانية يعني أن الخلايا هذه ميتة وليست حقيقة وإنما تستعمل لتخفيض أو لتحديد الألم بشكل عام الطريقة الثالثة التي نتكلم عنها هي عن طريقة No Touch No Touch تحضير مكان الليزي في المخاطية عن طريق الجهاز دون لمس وهذه الطريقة ليست ليزي بالأصل وإنما تحضير المكان الذي رح نعمل فيه الليزي عن طريق قحطة مخاطية أوتوماتيكية شكرا لكم أخوة الكرام وعلى أمل اللقائي في الحلقة التانية